كلنا فاكرين المشهد المؤثر ده واللقطة الوحيدة او المشهد الوحيد اللي ظهرت فيه الفنانة الراحلة امينة رز في فيلم ناصر ستة وخمسين المشهد اللي بيكسف وبيجسد التضحيات اللي عملها الشعب المصري عشان يحفر قناة السويس وازاي ان قرار تأميمها كان قرار وطني التف حول الشعب المصري سواء اتفأت او اختلفت مع جمال عبد الناصر لكن في الاخر قناة السويس بتمثل تاريخ وامن قومي ووطنية اتدافع فيها الدماء الاف المصريين سواء اللي حافروا او اللي استشهدوا على شطاي القناة في حروب زي حرب ستة وخمسين اللي بتحل على فكرة بالمناسبة بعد يومين ذكرها قناة السويس اللي ذكرى رحيل اخر جندي بريطاني عن بورسعيد 23 ديسمبر تقريبا هيبقى قريب قوي رحل اخر جندي عن شط القناة في بورسعيد وعبد الناصر قرر ينشئ وزارة باسم المدينة دي سعيد الشحات يكتب ذات يوم 23 ديسمبر 56 دي النهار تقريبا خميس فشل لعدوان السلاسي ورحيل اخر جندي بريطاني عن بورسعيد وعبد الناصر يعني بعد يومين 23 ديسمبر بعد يومين هيحل ذكرى رحيل اخر جندي بريطاني عن القناة عشان كده صدمة كبيرة للناس لما سمعت او شافت او عرفت او قررت ان البرلمان اقر مبدئيا قانون صندوق قناة سويس وطلعت الاخبار عن تفاصيل القانون الكارفي اللي بيمهد لبيع القناة عن طريق التأجير وبيع اصولها زي ما نشر مش احنا موقع المنصة موقع المنصة بيقوله اقرار مشروع قانون يتيح تأجير اصول قناة السويس ودول الخوانة اللي وفقوا على بيئ اعتران وسائل زي اللي وفقوا بالضبط النهاردة على هذا القانون لكن تقارير تانية صحتنا وقلت لنا لا ده الصندوق ده اصلا معمول من بدري وان السيسي خلاه على جنب كده عشان يعرف يتحكم فيه زي بالضبط قانون صندوق تحيا مصر اللي محدش يعرف عنه حاجة اهو خبر واضح صندوق مصر الاستلاء على اموال القناة السويس بعيدا عن الموازنة العامة طلعب بقى العربي جديد قالت يا جماعة فوقوا شوية ده اصلا السندوق ده معمول من سنتين كشفت مصادر برلمانية مصرية ان نهاية قناة السويس انشأت صندوق خاصة بها قبل اكتر من عامين بتوجهات مباشرة من السيسي يعني قبل مناشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم ويقضي مشروع القانون بتأسيس صندوق هيئة قناة السويس للمساهمة بمفرده او مع الغير مين بقى الغير ده مش مهم في تأسيس الشركات او في زيادة رؤوس اموالها والاستثمار في الاوراق المالية في البورصة عن طريق الثلاث حاجات دول الاربع حاجات دول شراء بيع تأجير استئجار استغلال ايه بقى اصول القناة السبتة والمنقولة والانتفاع بها في حين قالت مصادر العربي ان السندوق منشأ بالفعل يا نايمين من يوليو 2020 وبلغت حصيلة الاموال فيه تقريبا تلاتة مليار جنيه يعني حوالي تمانين مليار تلاتة مليار دولار يعني حوالي تمانين جنيه تمانين مليار جنيه مصري واضافت المصادر ان الهدف من الصندوق ايوه هو احتجاز الجزء الاكبر من موارد الهيئة بعيدا عن موازنة الدولة وانه هيبقى زي وزي صندوق تحية مصر يعني كلام في منطقة الخطورة اولا على مسئولية العربي الجديد السندوق موجود من سنتين وانه السندوق بقى زيه بيعامل زي صندوق تحية مصر اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة مغارة علي بابا او ما يسمى بصندوق تحية مصر اللي محدش يعرف عنها حاجة خالص فكريدي السيسي لما طلع في 2014 وقال لك عارفيني يعني ايه صندوق انا مسكه طب قبل ما يمسكه خاني نشوفه كده تعرف عن ايه صندوق انا اشرف عليه عارفيني يعني ايه ان انا اقول السندوق ده انا بشرف عليه يعني ان خد تجنيه مني يبقى لك الكلام انا باكلمكم بجد انتو بتعرفوا ايه يسألوا الجيش يسألوا الجيش ده بعمل ايه لا خلاص عرفنا عرفنا ان السندوق منه لميزانية بيتك رسمي سندوق تحية مصر منه لميزانية بيت السيسي وعيلة السيسي وما حدش لو عنده حاجة لا يخضع لجهة رقبية ولا جهاز مركزي المحاسبات ولا نيابة اموال عامة ولا مباحث اموال عامة ولا اي جهة في البلد بتراقبه من من السندوق هو موازنة بيت السيسي نفس القصة هتحصل في سندوق هيئة قناة سويس يتبع مباشرة تنسيسي وقدام الاخبار والمعلومات المتنقدة دي الناس من انبارح بتسأل وناس سألتني كتير جدا هو فعلا هيبيعوا القناة يا جارع انت مش كده ماينفعش الكلام ده انتو بتقولوا كلام بتهبدوا انتو بتقولوا كلام اي كلام على السوشيال ميديا معقولة في حد خاين هيبيع اصول قناة سويس الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا فطلع حنف جبالي رئيس مجلس النواب ذات نفسي شخصيته طلع بيان عريض والبيان ركز معايا فيه الراجل حسب قلق الناس على السوشيال فكشف كل حاجة وقالك ابدا حاشا وكلا لا يمكن هنمس هذا الممر المائي وموضوع البيع ده مايتعلقش بقناة سويس طب اهدى عم حانا في ايه الموضوع قالك بص القناة دي محمية بحكم الدستور وان على الدولة انت حميها وتنميها احنا بنتكلم في موضوع تاني مش البيع ده كلام حانا في جبالي نفسه تعال نشوف كده مجلس النواب اصدر قرار قال ايه او اصدر بيان قال ايه مجلس النواب المصري يصدر بيانا بعد انباء عن بيع القناة اطلع بقى هتلينا فحوى البيان طلع حانا في جبالي وقال عما اثير عن مشروع القانون لنقش المجلس قالك نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما اثير عن تعديل قانون صندوق القناة السويس والتي اثارها بعض المحسوبين على النخبة وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي يعني حانا في جبالي وصلت له تقارير امنية مخابراتية ان الدنيا مقلوبة على السوشيال ميديا فطلع فاق امن نوم عشان يرد على تقارير دي فقال لك بقى انه خلي بالك بس من كلمة تعديل تعديل قانون صندوق القناة السويس يعني الصندوق موجود اصلا بس اللي حصل بيعدلوا بعض المواد فيه تعديل مش اقرار طيب وبعدين قال لك انه قانون الصندوق القناة السويس لا يتضمن اي احكام تمس القناة او بيعها كلام جميل مشيرا الى ان الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي مهم دولي واوضح ان صندوق القناة المزمع انشاؤه هو تعديل ولا انشاء بقى ما تعدل وما تضمنه بشأن البيع او الاستئجار او الاستثمار يتوافق مع طبيعة السناديق ولا يمس باي شكل من الاشكال القناة نفسها وقال رئيس مجلس النواب قناة السويس ما العام لا ينكر التفريط فيه باي حال من الاحوال ووجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنكم فيها يا شعب مصر وقال لكم البرلمان لن ينجرب في اصدار قوانين تمس الدستور مؤكرا ان المجلس يبذل الى اخره حلو يعني تخلي بقى دا يا علي الله يخلي يعني تبقى لكلام رئيس مجلس النواب مفيش بيع للقناة حلوة قوي امه ليه اللي حاصل ده مشروع صندوق هيعمل استثمار وتنمية لطبيعة القناة لكن مش هيبيع لان القناة محمية بالدستور حلوة جدا مين بقى الحكم بيننا وبين التقارير المخابراتي اللي تلاحنة في الجبال حيرتونا بقى هو بيع ولا استثمار ولا استئجار ولا مش هيمس الأصول خلينا كده بالأصول واحدة واحدة محدش هيجيب لنا قصل الكلام ده عشان نقرب نفسنا قدام الكلام بتاع الناس قدام الناس كلها نشوف كده موقع 24 المخابراتي اطلع بالموقع قال لكي بقى البرلمان يناقش انشاء صندوق مستقل لهيئة قناة السويس الحكومة تقدمت للبرلمان بقانون لانشاء صندوق مستقل لهيئة القناة جميل مقر الصندوق يكون بالإسماعيلية حل ويجوز انشاء فروع في باقي المحافظات يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية موارد الصندوق في عدة مصادر أبرزها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس الصندوق يستهدف تأسيس الشركات والإستثمار في البورصة جميل بيعمل ليه بقى الصندوق يحق شراء أو بيع أو تأجير أصول الصندوق السابتة والمنقولة والاستنفاع بها شراء من حق الصندوق ده أو بيع أو تأجير أصول القناة السابتة السابتة والمنقولة والإنتفاع بها رأس مال الصندوق المرخص بقيمة 100 مليار جنيه تكون للصندوق موازنة مستقلة بعيداً عن موازنة الدولة يعني إيرادات مش هتخش للدولة إنما تخش للصندوق ده على غرار أخوه صندوق تحيا مصر كلام كده واضح بيع استئجار الأصول هنا بقى السؤال يا حضرات هي إيه أصول قناة السويس مش ده أصول دردو مش ده سؤال محترم بلاش بقى اللفه ندو خلال نعرف ما هي أصول هيئة قناة السويس إيه هي الهيئة أصولها إيه خطفنا رجلينا لغاية موقع قناة السويس نفسه في بورسعيد نتفرق كده من داخل موقع قناة سويس على السوشيال ميديا على الإنترنت شبكة العنكمبوتية إيه أصول قناة السويس من موقع القناة نفسه اطلع يا علي كده بقى شركات الهيئة دي هيئة قناة سويس شركة التمساح لبناء السفن شركة القناة للمواني والمشاعات الكبرى شركة القناة لرباط وأنوار السفن شركة القناة للإنشاءات البحرية شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف شركة ترسانة السويس البحرية شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية شركة القناة للترسانة النيلية دي أصول هيئة قناة السويس دي الأصول بتاعتها كلها يعني من موقع شركات من موقع قناة السويس على الشبكة العنكو دي شركة التمساح لبناء السفن شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى شركة القناة لربط والأنوار السفن شركة القناة للإنشاءات البحرية شركة القناة للترسانة النيلية شركة الأعمال أنسية البورسعادية شركة ترسانة السويس البحرية شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف هنا بقى السؤال لما هنعمل صندوق اللي توافق عليه مين له حق يقول نبيع الشركة دي أو نأجر الشركة دي أو نستثمر في الشركة دي مين اللي له حق يقول كده الصندوق ولا السيسي خلاص الحكومة طلعت من موضوع الموضوع بقى اشي دي حكومة ده بقى صندوق بيتحكم في الحاجات دي مين بقى له حق يقول يا جماعة احنا هنبيع شركة القناة للانشاءات البحرية طب السؤال التاني بقى مين اللي هلوح يقيم ويقول ان شركة التمساح لبناء السفن تساوي 200 مليار مش 100 مليار او شركة ترسانت السويس البحرية تساوي 50 مليار او 300 مليار مين اللي حق يقيم الشركات دي مين له حق يطرح الشركات دي في البورسة للبيع ومين له حق يقيم الشركة دي ماليا وعشان ما انقررس قصة مهمة ميش اللي قال لك السيسي اتصل بي الفجر وقال لي انت نمت قلت له ايوة قال لي يلا اقوم اشتغل في التفريعة فاكريني قصة الهزار اللي دمرت دمرت الفلوس في البنك المركزي بتاعتنا فاكرين قصة حلمت ان انا بعمل روح تعرضت للسيسي قلت له نعمل تفريعة وروحت الساعة 6 اكلمني السيسي قال لي انت نمت قلت له ايوة قال لي اقوم اشتغل اعمل التفريعة وهب طار مننا الدولار من البنك المركزي عشان ما يتكررش القصة دي نسأل مين له حق وتلاقي الشركات دي باسعار مرمية برخص الطراب زي الشركات والبنوك اللي عملت اتباع برخص الطراب اه دي الموقع الرسمي مرحبا بكم في هيئة قناة السويس اه دي الموقع الرسمي ونفتح بقى على الهواء اصولها بقى ايه بقى اصول ايه الاصول اللي عند قناة السويس اهم شركة التمساح شركة القناة شركة ربط وانوار السفن قناة شعرف ايه شركة اللي عرضناهم دي الاصول يا حضرات دي الاصول اللي بتملكها شركة او هيئة قناة السويس عشان ما يتكررش اللي حصل في التفريعة نسأل مين له حق بقى يقول هنبيع الشركة دي أو هنقجر الشركة دي ومين له حق يقول إذا بيعنا الشركة دي نبيعها بكام أو نستأجرها بكام السؤال الثاني أنتوا بتعملوا أو عملتوا صندوق لهيئة خنال السويس هو مش كيف هي سنديق خاصة بقى هي مش دي السنديق الخاصة اللي قلنا عليها بعد الثورة يناير إنها مغارة علي بابا مش دي السنديق الخاصة يا حضرات اللي البرلمان بتاع 2012 برلمان الثورة كشف بالأرقام أن السنديق الخاصة كانت هي الباب الخلفي لنهب الفلوس مصر مش مصدق خد الخبر ده أهو في 2012 البرلمان السنديق الخاصة باب خلفي لنهب أموال مصر فاكرين القصة دي ده قناة العربية السعودية بعد صورة يناير اتفتح ملف السنديق الخاصة اللي موجودة في محافظات مصر واللي بتمثل اقتصاد غير معروف وغير مدرك في موزنية الدولة فقاموا السادة أعضاء برلمان 12 بفتح الملف ده في لجنة الخطة والموازنة في 28 مارس 12 وقال لك إن السنديق الخاصة التابعة للجهاز الإداري للدولة بأنها الباب الخلفي للنهب والاستلاء على المال العام وفقا لما جاء في صحيفة الأهرام وكشفت اللجنة في تقريرها اللي أعددته برئاسة المهندس سعد الحسيني أن إجمالي أرصدة هذه السنديق بلغة 474 مليار جنيه وفقا لإحصاء الجهاز المركزي المحاسبات في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية إجمالي الأرصدة بمبلغ 36 مليار جنيه إلا أن الجهاز المركزي قد رصد من جانبه أرصدة أخرى في البنوك التجارية العاملة في مصر ثاني يعني كنا بنشتكي إن في مغارس مها السنديق الخاصة فالنهاردة بدل ما نفتح الملف ده بنعمل صندوق خاص لهذه القناة السويس طيب الدنيا بحتاجة توضح أكتر من كده وعشان الدنيا تبدأ أطحى للجميع هل في قناة في الدنيا بيحصل فيها كده ما فيش قناة تانية نسمع عنها غير قناة بنما نشوف كده قناة بنما هل بيحصل ده فيها ولا بيحصل العكس وبتسعى الدولة لاستعادة سيطرتها على المضيق بتاعها نشوف كده قناة بنما في سنة تسعة وتسعين أهو خبر وكالة الأنباء الكويتية بنما تتسلم اليوم إدارة قناة بنما بينما تتسلم اليوم إدارة قناة بنما سيتي مش عارفين كونا وسط مراسم احتفالية تتسلم الحكومة البنامية اليوم إدارة القناة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إدارتها مدة خمسة وتمانين سنة وكانت فرنسا قد قررت إنشاء القناة في سنة 1879 وفي سنة 1903 أعلنت بنما استقلالها وإلى آخره وأمريكا استولت على القناة إلى أن في تسعة وتسعين استعادت بنما سيطرتها على قناتها عشان كده الكلام عن طرح بيع أصول قناة السويس كان صادم للجميع وإحنا بقى مش نعلق هنا لأن إحنا مش هنفتي طب نجيب مين يقول لنا أن ده بيع لأصول القناة نروح نجيب الناس من عندهم كان فيه وزير إعلام سابق اسمه أسامة هيكل أسامة هيكل كتب عن القصة دي وقال اطلع بأسامة هيكل موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق لهيد قناة السويس والسماح له ببيع وتأجير واستغلال الأصول أمر خطير للغاية ويحتاج مراجعة فورية القناة مرفق استراتيجي لا يجوز التفريد فيه جزئيا ولا كليا إلا قناة السويس يا سادة ده مش محمد ناصر ده وزير الإعلام في إحدى حكومات السيسي ده غالبا يعني رجل ورجو النظام وعلى فكرة اسمه هيكل أصلا بدأ تاريخه في الإعلام مراسل عسكري يعني مش خاين بقى رجال النظام نفسهم هم اللي شايفين إنه بيحصل ده شيك على بياد لبيع البلد خلينا نروح جوه البرلمان النائبة سناء السعيد انتقلت قانون صندوق قناة السويس وقالت إنه بيمسل شيك على بياد بإدارة القناة مش بس كده ده مهى عبد الناصر بس خلينا نشوف الأول سناء السعيد كده لو موجودة تفضل أنا برضو حريصة على إن الحكاب الختامي والمؤسسة العامة للدوية إرادات قناة السويس دي بترادع سنويا وتبقى قدام أعين البرلمان الصندوق ده أنا شايف أنا بموجود عزل قانون أنا بدي شيك على بياد للصندوق بإرادة كل الموارد دون الرجوع للبرلمان فأنا حريصة في إضافة نفس الوضع سبق أراد معالي يا ساك النائمة مش بتعرض موازنة الهيئة عليكم كل سنة وتفصيلية ومن ضمن البنود ما خصصة للصندوق بس السنة دي هو أنا النهاردة لما استقطع جزء من إراد قناة السويس من الهيئة عشان أعمل صندوق فأنا النهاردة حدثني جانب من الإراد اللي أنا المفروض هو بقى جنبته أنا اللي محتاجه إن أنا أي قرارات تأخذ فيما يخص هذا البن أضيف ليه وبعد موافقة مجلس النوات الكلام اللي بتقوله النائبة السعيد هو اللي احنا بنسأله هنا مين اللي هيجوز ليه إن يقول نبيع ده ونشتري ده مين اللي هيجوز ليه أو له سلطات إن يقول دي بكام ودي ما مش بكام الموضوع خرج من البرلمان النائبة مع عبد الناصر قالت انتوا رايحين سندوس القناة السويس والسنة دي أثبتت فشلها والحكومة لبستنا في الحيط اسمع هاي القناة السويس اللي بتتدخل أربعة مليار دولار للموازنة العامة للدولة عايزين نخرب دوت ونعمل سندوق جديد أهي الحكومة فين الحكومة ليه متخيلة إن هي هتعمل نفس الحاجات وهتوصل لنتائج مختلفة يا جماعة ما احنا بقالنا سنين عمالين نتكلم ونقول الطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط الطريق ده هيلنبسته في الحيط وسيبتونا لحد ما لبسته في الحيط فأنا مش عارفة رئيس الوزراء بيجيش المجلس ليه رئيس الوزراء المفروض يجي يرد على تساؤلات النواب والشعب بدل ما يطلع تقرير يقول فيه إنه بيرد على الادعاءات الكاذبة على الاقتصاد المصر الادعاءات الكاذبة الناس كلها شرفة الاقتصاد هاجل احنا الناس كذابة الناس بتتوهم إنه وحل إنه ناس خيص دايش لا يتاكل الناس بتتوهم إن الدولار بقى في السماء ومش موجود الناس بتتوهم إن العملة بتاعتها نسلت في الأرض الناس بتتوهم إنه إحنا ما عندناش اقتصاد حقيقي ما فيش أي تنية اقتصادية حقيقية بنستثمر في بنا وبعد البنا محبا كان كويس فهو مش الطريقة المثل للإستثمار بنقترض وبزيد بالاقتراض ومكمل أما نائب البياضية أو المينيا فريد البياضي النهاردة قال الحكومة جاية توقع الميزانية أكتر ما هي وقعة الحكومة كل شوية تطلع لنا بسندوق وتقول عشان يبقى عندنا مرونة وناخد جزء من إرادات الدولة بعيدا عن موازن الدولة وبعيدا عن رقابة البرلمان اسمع كده بيقولي النهاردة الحكومة جاية توقع الميزانية أكتر ما هي وقعة الحكومة كل شوية تطلع لنا بسندوق وتقول عشان يبقى عندنا مرونة وتاخد جزء من إرادات الدولة بعيدا عن موازن الدولة وبعيدا عن رقابة البرلمان فأمرت ايه قدي لك مرونة ما انت لو كنت بتعرف تسوق كنت سيبتك تسوق انما انت عملت عوم في تعاوم في الجنيه وغرقتنا في الديون وغرقت الطبقات المتوسطة والفاقية خلنا نشوف يا حضرات جمعنا لكم كده شفنا أسامة هيكل وشفنا بعض أعضاء البرلمان جمعنا لكم بقى مجموعة جراف واحد لاعتراضات واعترافات قالها أعضاء البرلمان عن صندوق هاية قناة السويس نشوف كده الجراف ده آدي الجراف يا حضرات أبرز ما قالوه قالك سحب نسبة غير محددة من إرادة قناة للصندوق مما يؤثر على إرادة الموازن العامة للدولة من العملة الصعبة اتنين عدم خضوع الصندوق للرقابة من البرلمان ثلاثة السماح للصندوق ببيع وتأجيل الأصول والشركات المملوكة قناة السويس دول اعتراضاتهم أربعة تهديد للأمن القومي بالسماح بتملك الأجانب لحصص في قناة السويس خمسة الخضوع لإرادة صندوق النقد ببيع أصول مصر الاستراتيجية ستة إقرار القانون بفتح الباب اللي بيع أصول استراتيجية أخرى زي السد العالي دي مجموعة ملخص اعتراضات البرلمانيين في البرلمان مش أنا ومش بس على فكرة البرلمانيين ده حتى الإعلامين والسياسيين رفضوا القانون الكاريسي ده نشوف الإعلامي محمد علي خير أو خير الله قال ليه كده اسمع زيادة قدرة الهيئة هي قناة السويس على المساعمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هي قناة السويس وتطويره من خلال الاستجرال الأمسل لأمواله إيه كناة السويس بتعمل ده ما فيه ناس أفاضل بيديره قناة السويس بتعني بدليل إن إراد قناة السويس زاد وصل 8 مليار دولار انت عارف لو إراد قناة السويس هو كان خمسة ومص من كام سنة لو كان عمالي إيه أقول لك باشي عايزين أي حد ينقذها إنما ده الإراد بيزيد مساهمة الصندوق بمفراده أو مع الهير الهير ده اللي هو مين ماشي في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق الملايين وهي قناة السويس مش عارفة تدير أمورها ده هيئة حريقة يا راكل ده فيها كفاءات للصبحة من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول السابقة والمنقولة والانتباع بيخل لا ده كلام بقى يعني مش حيوه ده يعني هذا مشروع القانون أصار درجة النهاردة داخل مجلس النواب يعني يعني قناة السويس ده مش ده مش أوتوبيس في شارع احنا بننتدخل دي لا ده في زاكرة المصريين في حياة المصريين قناة السويس مسألة مهمة جدا غير إنها تتعلق بالشعور الوطني الكبير عند المصريين فقناة السويس بتحتل مكانة كبيرة في الأمن القوم المصري وإحنا شفنا وقفة الجيش سنة 2012 ده الجيش لابسه اعترض على كلمة إقليم قناة السويس أكبر تأمين بتقوم بين قوات المسلحة المصرية هو على مرفق قناة السويس بطوله قناة السويس حاجة كبيرة قوي 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 سويس تاريخ ها تاريخ مش مكملين مش الخوانة اللي بره ده جوه الدكتور عمال علي حسن الباحث السياسي قال يظهر إن إحنا ابتهينا بقى من بيع الأساس ودخلنا على بيع الجدران جدران البيت نفسها أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهاية قناة السويس بيكون من حقه شراع وبيع وإيجار واستئجار الأصول السبتة والمنقولة والإدفاع بها يالا ضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم والذين دفعوا أثماناً بسببه أما المناضل حمدين صباحي بالحيانة شئمت لأنه قال جاب سيطة الخط الأحمر وأنا لما حد يقول خط أحمر بعرف على طب بفتكر أدي سبابة بقى وتوقيع الاتفاق في الخرطوم والسيسي لما وقفت مصخر كده وقال لك خط أحمر حمدين صباحي تقول لك قناة السويس خط أحمر شبعنا خطوط حمر يا حمدين قناة السويس خط أحمر بأرواح الشعب حفرناها وبرادة الشعب أمامناها وبدماء الجيش الشعب حررناها هي ملك للشعب ولن يسمح للحكومة فشلة بالتفريط فيها ريح أنت يا حمدين ريح لأن أنا مش طيقك كل يوم كل يوم إعلام النظام كل بقى ده كوم وإعلام النظام كوم تاني إعلام النظام بدأ يبهل الكرسى على طريقة أحمد مكي طالما ما فيش فيلينج سوات وإن التفريط في الأمن القومي شجاعة المناضر سليمان جودة كتب مقال قال لك مصر لا تنقصها الشجاعة لا شيء في القرد الذي أبرمناه في صندوق النقد سوى أنه يدعو مصر لأن تمارس شجاعتها التي عارفها العالم بها في كل ممرات مصر لأن تنقصها الشجاعة لتذهب إلى قرارات اقصادية جريئة تتحرر بها من هذه الأعباء التي تثقل كاهلها وتقيد حركتها وتعطي الانطلاقها وتقف في طريق مسيرتها لا يا عم دي مش شجاعة دي بجاحة لما يطلع ديه يقول لك ما فيش حاجة على فكرة مش أي حاجة يعني اسمع كده صندوق الثروة السيادية قد تنتهي من بيع أسهم بقيمة 29 مليار دولار في نهاية دي سمبر خلال الأسبوعية أنتعرفين يعني يا جماعة لما صندوق سيادية بتبيع بمئة مليار أنتعرفين بيبيعوا ليه لما تيجي البورصة المصرية والدولة المصرية تقولها تبيع جزء من أبو إير وجزء من بلد كذا الحق بيبيعوا البلد أنا بس أفكركم لما أنا جيت أريح في مصر كم ساهم عشان أجيب دولار وأجيب مستثمرين قال لك بيبيعوا البلد المهم ابنك عامليه في كل شرطة بس طمنا بس بقى ظابت كبيرة لا وطلع كبيرهم إن بطشي عمر أديب اللي عنده استعداد عمر يبيع لحم الناس وعرضهم من غير ولا لحظة من تقنيب الضمير عمر أديب ما هواش بصراحة يعني عادي عمر أديب من سنين وهو نبطشي للسعوديين مش لأي خلايجة للسعوديين عمر أديب شغال عند إخواننا في السعودية إذا السعودية سفلتت شارع في الرياض يطلع عمر يهلل إذا بنت عمرتين في حتة يطلع عمر يهلل إذا عايزة تشتري شركة يطلع عمر يهلل عمر طلع بقى يمهد بقى له كذا يوم يقول عايزين حاجة كبيرة تتباع مبارح طلع بقى يقفلها في وش الناس وعايز تبتدي تصنع نارت بقولك ما تستوريتش اعمل كل حاجة في مصر يا السلام ده بكرة أنا بقولك إنه فيه فلوس مطلوبة بكرة حرية كبيرة تعمل أشياء كتير بس عندك مرونة إنه آه أنا محتاج المبلغ ده طيب إحنا ليه لازم نبيع دي ما ده ليش دي طيب ما فيه دي آه الشرق إيه الدخل إنت ما تيجي تسألنا أنا أبيع الشرق أهو أبيع الشرق إيه الدخل شركة موبايل بتاعت الحكومة إنت ليه عندك شركة موبايل إنما فيه أشياء أنا أشوفها واضحة نخلص عايزين نخلص لأنه هي آه طبعا فيه عزة وطنية وإنه ما حافيش رصول تتباع إنما العالم كله بره بيعمل كده طبعا إيه الحال بقى عمر عندك عمر حقالك بالبلد كده ما تخوفناش بالأجالي الجاية عايزين نبيع ونرخلص واسبكم اللي قاعدين بره دول علينا إحنا اسمع كده عمر بقول إيه بتباع وصول في حاجاته وأنت مثلا يعني هو لما جات المملكة العربية السعودية باعت نسبة من قرامكو في البورس دي قرامكو دي أهم شركة في العالم وأكبر شركة في العالم السعودية نقصة فلوس ولكن بيجي سعارة الدولة تقل شوية تخرج شوية من أشياء إنما في حاجات تيجي تقول لي إيه لا أنا دي دي عرقنا ودي حاجات للأجيال أنا ماشي وبعدين من على فكرة مهي موضوع الأجيال القادمة دي كي ناس كتير وخصوصا المساء اللي عادة بره يقول لك دي فلوس الأجيال اللي جاية طب ما هي إحنا لو ما وضبنوش الدنيا دلوقتي الأجيال الجاية مش تلق حاجة الأجيال الجاية مش تلق حاجة هجماعة الضرورات تبيح المحذورات الكلام ده محدش أقول لكم يعني حيفضل الناس تطب طب وتمشي لا عامر عايز لك سؤال بس ما هتحوهوش كتير عايز لك سؤال بقى مهم قوي أنا موافق على بيع قناة السويس كلها أعتقد مش هتلاقي اعتراف زي ده أقر أنا وأعترف أن أنا موافق على بيع الهرم وقناة السويس بس بشارط يا عمر تضمن لي أن النتيجة المرجوة بعد ما بيعنا البلد أن احنا هنعدي الأزمة دي ولا هنبيع يا عمر وفي الآخر نرجع ما نلاقيش حاجة أنا كلها برضو لأن دل حاصل من 2013 من 2013 استيلاء على أموال الناس من 2013 تدمير شركات من 2013 تدمير مصانع من 2013 عملين تعملوا مشاريع فشيخة وفي الآخر ولا حاجة عملنا إيه بها؟ ولا حاجة عملتوا التفريعة وعادتوا تتحكوا عن الناس وهندخل والقناة هتعمل والقناة هتسوي وبعدين دمرتوا الاحتياط النقد في البنك المركزي وبعدين دخلنا في القرد بتا 2016 هي دي مشكلة عمر مشكلة ان انتوا بتورطوا الناس وبعدين نلبس في حتة أكبر لما التفريعة جات قعدتوا تكتبوا على الشاشات باقي كده التفريعة مش عارفين ايه ويطلع حسب الله السادس عشر بالبدلة دي لو انت فاكر طلع بها يا علي وقعد بقى قال لك مصر تنحد قالوا عبور مئة مليار تمنمئة مليار وهب قضيتوا على الاحتياط النقد في البنك المركزي باعتراف هشام رامز محافظ البنك المركزي وقتها اللي قال ان التفريعة النحسي دي قضت على الاحتياط النقد كان دي النتيجة عمر بقى ان البي حسب الله السادس عشر راح عمل قرد في 2016 لان ما عندوش احتياط نقد لانه راح لم كل الكركات والحفارات من العالم عشان بدل ما يعملها في 3 سنين عملها في سنة كانت النتيجة اني لجأنا للصندوق 2016 وبعدين من ساعتها ما شفتناش خير طيب رحت قلته هنعمل اكبر عاصمة ادارية خدت الفلوس وخدت قرود وبهدلت البلد وبعدين يا عمر ولا حاجة هنعمل قطار كهربائم كهرب هيكهرب البلد كلها وهيعملاش وحاجة وبعدين يا عمر ولا حاجة هيه دي المشكلة المشكلة انه كنتوا عايزين تبيعه وبتقول انت دلوقتي وتقعد تقولي الأجيال الجاية طيب ما انت مش عارف ايه انا ماشي عمر مين يضمن بقى للمصريين انه اذا تطبق القانون ده الدنيا هتتفك مين يضمن لنا اولا اولا رغم كارسة البيع دي الحمد لله ان العينة دي تعارت قدام الناس كلها عينة عمر اديب هذا الرجل اللي بيحركه كفيل سعودي سدقوني عمر اديب لا يملك زرة وطنية في قلبه سدقوني عمر اديب لا اخلاصة له الا للسندوق السعودي القطري السندوق السيادي السعودي سدقوني عمر اديب لا يملك اي انتماء للبلد دي وما يهموش ان شاء الله الهرم يتفكر يتباع سدقوني عمر اديب بامانة لا يقل عن سواء التاكسي اللي قاعد يضحك عالجماعة الخلايج وقال لهم ده الهرم ده بنا مش عارف مين الاماراتي ومش عارف الارض دي كانت ملكي مين السعودي والحجرة جب ده نفس اللي قالوا سواء التاكسي للخلايجة في التاكسي في الهرم هو اللي بيعملوا عمر دي واجه العينة دي عينة ضلة مسعورة عينة حولت الوطنية الى جنية الى قرار من محكمة موتورة تعكم اذا كان ده وطني وده خاين بينما اللي باع تيران وسنفير اللي مضى على سد النهضة اللي بيبيع دلوقتي سينة وبيبيع القناة وطني رجل وطني والجوء اللي حواليه وطنيين ايه الدليل؟ الدليلهم بيطلعوا يقولوا بحبك يا وطنطن بس انما يبيع القناة عادي يبيع تيران وسنفير زي الفل يبيع سينة بالكامل وده هيحصل وبكرة فكرك عادي جدا باع السد باع النيل بجرة ألم في الخرطوم وعادي لسه شايفين وطني بجنونه ده دي لان انتو بتغنوا بس الوطن والوطنية تحولت الى اغنية الى قرار محكمة تنزع عنك الوطنية وتديها الواحد تاني زي ناشة تديه عشان يبنوا يدخش الشرطة ويبقى ظابط الناس اللي اهانوا تراب البلد وطلعين يدفعوا عن مصر زي ما دفعوا عن بيع تيران وسنفير زي ما دفعوا عن بيع مية النيل مواقف كتيرة جدا عارت الناس دي وكشفت مين بيحب البلد بجد وكشفت للجميع ان اللي برا دول مش اعلام معادي ولا حاجة اللي هو احنا ولا بنكره البلد بالعكس ده هو دفع فاتورة غالية جدا اللي برا لانه نفسه باله تبقى احسن ولا زي ما بندفع الفاتورة دي رغم نباح الفصيلة الضالة ومش هننزل لمستواهم ولا هننزل لمستوا الخيانة بعد ما هاجمون الهجوم زي ده كده والاخل محمد ناصر اللي عامل سينا مثقف وطالع الراجل عمال يعيش دور انه زعيل سياسي مثقف وانه هو اللي من خلال كلماته ومن خلال يلا 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 شعرف مين هاتلي بقى الصورة اطفع لي بالصورة دي اطفع لي بقى وقع البلد 11 11 12 12 12 13 13 الموضوع مش صيق زي ما هم بيحاولوا يمثلوا لكو فيه وبيرمي لك كلمة ويسيبك ما انت تخزل ايوه و بتاعتي و هم انت فعلا يعني فيه ربنا طمس مش عال عقلك عال بصيرتك مش هتشوف طيب بس انت حاطت مع عمد ناصر في دماغك ايوه احطه في دماغ ولا اسم و راح قامل prais اخرين اقول ل requirements انا بحلف لو كبلا عشان próxim الوقت الوادي الهربان دتا من الناس والله اهل والله اهل و مساكنين فيها بحلفو بالله على الهواء عشان المصريين عشان يعكّروا ما سادك عشان يشك devalu ابحواتك انت التخيل محمد ناصر اللي عمال قد يتكلم عن ناصر احنا قامل هو معبد محمد ناصر عمير كن دان عملاء لكن هم اللي وفقوا على بيع التيرانوس نفير عادي هم اللي هللوا لاتفاقية الخرطوم وبيع النيل عادي وطنيين جدا هم اللي وفقوا على بيع الشركات وتدمير شركات زي الحدود الصلب وغيرها وطنيين جدا لكن لو عايز تعرف مين صاحب فكرة بيع قناة السويس فدي بقى المفاجأة المفاجأة اللي معانا النهاردة مين صاحب فكرة بيع القناة وعمل السندوق ده مين صاحبها ده شغل مصر النهاردة اللي بيدور لك في الكواليس وبيجيب لك أصل وفصل الحكاية الحكاية لبسها مصطفى مدبولي ومصطفى مدبولي ده الحقيقة ابن بار لحماه أو لحماته طيوب جدا وكيوت قوي اوقع تحمل مصطفى مدبولي حاجة ده راجل غلبان ده زوج بسالي من شغله لبيته ما عرفش حاجة تانية إنما أصل الحكاية دي جاية من واحد بس انت أكيد دماغك هتوحل السيسي وفعلا ممكن يكون عندك حق لأنه طلع في أكتوبر اللي فات السيسي وأعلن عن السندوق في وسط زحمة المؤتمر الاقتصادي وأعلن عنه بطريقة الحج سعيد برضو أنا جيت قلت للهقيقة معاك كام قال لي ما معيش آه وابا حل أحوش اسمع الفيديو ده كده أنا قلت لكم هيا قناة السويس دي تقول عمرها بيجيلها دخل تديني وسط المالية والشكده ربطور معيش وخلاص فديل الراجل بتاع القهيد قناة السويس بتقول له معاك كام هلها المعيش فقلت يا قلت يا راجل معي ربطور قناة السويس معاك كام هل معيش بتقول له يا راجل يعني مؤسسة عملاقز هيدي بيبقاش عندك ملاقة مالية تلتمية روعمائة مليار المليارات عندي ملاقش إيمان بالمناسبة اللي بيسمعني عارف كلام ده لأن الحلم كبير قوي فقال لي لا فقلت له خلال كل حاجة أماليها قلت له شوف الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك صح كده دي بتاعت اللي هي تخلوز تعملي صندوق تحط لي في الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى ده موضوع مطبخ من قصة لكن المفاجأة إن السيسي جاي ينفذ أجندة يغرق بيها البلد ومشي عليها بخطوات محسوبة وبيع قناة السويس واحدة من الخطوات دي وأول كلام عنها كان في يونيو اللي فات وطلع اعترف بده وزير المالية نفسه في يونيو عشرين اتنين وعشرين قال مصر رفضت إصدار سوكوك تستند على ملكية السد العالي وقناة السويس أربعة يونيو عشرين وعشرين مصر رفضت إصدار سوكوك تستند على ملكية السد العالي وقناة السويس عسان كده يا حضرات طبيعي إن القانون يطلع بعد ساعات من موافقة السندوق السندوق النقل على القرد وده اللي كتبه بوسته الأستاذ خالد رفعت كتب كده بيقول خالد رفعت بيقول لا تصدقوا خالد رفعت فهو يبوس السم ولا يرى الإنجازات صدقه مجلس الشعب المصري المحترم اللي بيناقش دلوقتي تعديل قانون هاية قناة السويس قانون رقم كزا لانشاء سنة 75 لإنشاء صندوق قصب هاية قناة السويس من سلطته بيع الأصول المادة 15 مقرر ويتمن بنوت وبالصدفة البحثة الكلام ده تقدم بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي أقرب نفسه بالاتفاق مع الحكومة المصرية على بيع الأصول وقادي اللينك بالعرم كمان من صفحة الصندوق بنفسه ما ربنا عارفه بالعقل لما أنت تبقى مش قادر تسدد ديونك ورايح تستلف عشان تسدد فوائد القلود ما هو منطقي برضو إن اللي هيسلفك لازم يضمن فلوسه إنه ياخد أصولك لأنك مش معاك أي فلوس تسدد القديم ولا جديد مش ده المنطق برضو بس برضو قوعد تسدقه خالي برفعات ولو عايز تعرف مين أول واحد دخل بفلوسه في القناة فظنك برضو في محله دولة الإمارات اللي أنا نفسي أعرف ملة أبوها إيه اتفضل بتكلفة مليار دولار تعاون مصري إماراتي لجرف أعمال بقناة السويس أهلا أهلا الاثنين تسعتاشا ديسمبر عايز تفهم بقى خلي الخبر دمان عايز تفهم اللي قاله خالد رفعت خالد رفعت قال لك كلام منطقي بس اللي مش هيفهم يبقى أحمر صندوق النقد داك 3 مليار دولار على كم سنة يعني أديك 500 ألف 700 ألف كل شوية كده كل كم سنة مش دا الفلوس وعلى فكرة إن أنا هجيب لك إن أنا هجيب لك من الدول ولا السنديق الخليجية 16 مليار جنيه حلو قوي هيجيبها لك بأعمارة إيه عينيك الخضرة ولا شعرك الأصفر ولا شفافك العنابي لا هجيبها لك بإضمان أصولك البيع بتاع أصولك عشان كده خبر زي بتاع الإمارات بتساعد في الجرف أعمال قناة السويس نبدأ بقى نشتغل بقى وده يفسر لك ليه عمر أديم سخنان قوي على البيع كده لأن السندوق السعودي هيخش هيخش كبير بقى وعمر شغال عند السعودين أصلا عمر ما شاء الله يعني عمر هو مدير مبيعات عمر هو قائد الحملات الإعلامية لمحمد بن سلمان قادي واحدة هو الإمارات دخلت تشتغل على جرف أعمال في قناة السويس زي ما يقول خبر معلش شهات الخبر تاني يا علي بعد إذنك ربنا يبركلك تكلفة في صدى البلد في صدى البلد في صدى البلد بتكلفة مليار دولار تعاون مصر إماراتي لجرف أعمال بقناة السويس والتفاصيل اطلع بالتفاصيل العالمين جنب بعض هم اتجوزوا بعض يا نخل تير في العلال يا بلحهم دو أعلنت شركة الجرفات البحرية الإماراتية أنها تتولى مشروع أعمال جرف في قناة السويس وأوضحت الشركة في بيال لها لسوق أبو ظبي لأوراق المالية أن قيمة العقد بلغت مليار دولار ومن المقرر الانتهاء بيوضبوا بقى اشتاروا بقى وبيوضبوا حضرات السادة احنا قدام سيناريو شيطاني عامل زي خطوات الشيطان بالزبط بدأ بطلب من البنك الدولي وانتهى بقانون بيع أمن مصر القومي في البرلمان شوف كده الخطوات الشيطانية دي ماشي ازاي اهو في الجراف ده خطوات الشيطان الطريق إلى بيع قناة السويس في 4 يونيو 22 وزير المالية أعلن رفض مصر ضغوط من البنك الدولي لإصدار سندات لقناة السويس والسد العائل في 8 سبتمبر 22 السيسي أعلن زيادة إيرادات قناة السويس ويسخر من الإعلام المعارض ماشي اللي بعده 25 أكتوبر 22 السيسي يطلب من رئيس هيد قناة السويس إنشاء صندوق به 400 مليار دولار خارج مزانية الدولة ملاش دعا 400 مليار دولار 16 ديسمبر 22 صندوق النقد يوافق على قرد المصر مقابل شرط بيع الأصول المملوكة للدولة والتعويم الكامل دي خطوات الشيطان يا حضرات خطوة خطوة 17 ديسمبر عمر أديب يلمح لحل أزمة الدولار مقابل حل تعرفه الدولة اللي هو حاجة تجيب لقشة كاملة كده مبلغ كبير مرة واحدة 19 ديسمبر 2022 البرلمان يقر إنشاء صندوق قناة سويس الذي يطيح طرح وصولها للاستئجار أو البيع هنا بقى السؤال يا حضرات هل هيقف المصريين تفرجوا على بيع قناة سويس زي ما وقفوا تفرجوا على بيع تيرانوس نفير وألف كيلو يعني كبير جدا من أبو إير للإسم ده الحديد للصلب الكوك القومية الأسمنت أرض مسبيره الوراء هل هيقف المصريين يتفرجوا على بيع مصر زي ما وقفوا تفرجوا كده على إعادة ترسيم الحد البحرية إياها اللي ودتنا في دهيا مش وزي المالية كان قال أو قال كده أطلب بينهم قناة السويس أو السد العالي فاكر أنت الخلاصة بسيطة حضرات وسهلة وهتصدم بيها أنت هتتصدم وكلنا هتصدم السيسي أنا بقول له بيع يا سيسي براحتك بيع قناة السويس بيع الهرم بيع النخل بس بشرط واحد شرط قديم جدا موجود في التاريخ لما الشيخ العز بن عبد السلام كانوا المماليك دخليل في الحروب فحرب جمدة جدا فطلع بالسلطان ضريبة من المصريين فوقف العز بن عبد السلام قدام السلطان المماليك وقال لهم عايزين تاخدوا من الناس درايب جميل يبقى الأول تسددوا اللي عليكم انتوا انتوا ملك للشعب معه المماليك دول كانوا ايه المهم قال للسلطان بتاعهم كل مملوك يبيع ما يملك ولما تخلصوا وما يكفيش بيع المماليك ولما تخلص وما يكفيش اطلب من السعب درايب وبالفعل المماليك اللي أمراء أو قادة أو قادة جيش اشتروا واتباعوا ودفعوا اللي عليهم هو ده بقى المثل يا سيسي قبل ما تبيع الشركات وقناة السويس والمصانع بيع بقى انت اللي اكسبته في الثامن تسع سنين اللي فاتت بيع اللي اكسبته انت وعيلتك وولادك واخواتك خاصة الأحمد السيسي بيع الطيارة منص مليار بيع القصور الرئاسية اللي بجحت وقلت آه باب دي قصور بيع كل ده بيع مقار الحكومة في العالمين بيع العاصمة الإدارية خلص كل دول بيع كل خاتم أو حلق أو اسورة اشتريتها لبرواتك بيع كل ده ولو ما كفاش ساعتها نبقى نتكلم عن بيع ايه في مصر مصر الحقيقة بتئن دلوقتي تحت يعني أقدام الخوانة اللي حول الوطنية إلى أغنية أو زي ما قال الشاعر فاروق جويدة تركناك مصر أو تركناك يا مصر بين السقية تمزق فيك ليالي الشتاء وبين العواصف جسم النحيل يذوب وتبكي عليها السماء ووجهك يحنو علينا اشتياقا يلملم عنا الأسى والشقة وثغرك يضحك بين الجراح وفوق الظلام يشع الضياء وخلف الجفون بقايا دموة تثور فينهرها الكبرياء وبرد الشتاء يسوق الحيارة صفوفا لتسكن بيت العراء يود الصغار بقايا رغيف وكان الزمان بخيل العطاء تركناك للفقر دهرا طويلا وضاعت دماؤك فوق النساء رأيتك يا مصر جسما نحيلا فأين الجمال وأين البهاء وأين ثيابك عند الربيع وأين عبيرك ملء الفضاء سلبناك كل الذي تملكين سرقنا النذور قتلنا الحياء ظلمناك دهرا تركناك نعبا لليل السجون وزل الغباء